اشتركوا في القناة اللمس نعم موجود لأن من رفض التعاون معنا أو النزول مع تحالف دعم الشرعية منذ انقلاب 30 يونيو وكانوا مخدعين بالسيسي وعصابته أعتقد أنهم اليوم فهموا الخطة وفهموا المعامرة وبدأوا ينزلوا لكن ولكن اسمح لي سيد اسمح لي سيد محمد شريف الروبي الآن قال أن اجتماع قوى سياسية رفض التحالف من جديد مع جماعة الأخوان المسلمين كيف تعلق على ذلك؟ والله أنا عايز أقول بس أننا فيه حراك ثبري بآله تقريبا سنة ونصف كل الجماعات التي كانت مع السيسي منذ لحظة الانقلاب وعلى الشرعية فهموا الآن من الخدع هم نحن موجودين في الحراك الآن موجودين في شارع من أكثر من يعني قرابة العام ونصف هم لن يجدوا إلا خيار الشارع يعني حتى يصححوا الموقف الذي صار عليه منذ 30 يونيو حتى الآن أعتقد أنه لا مناص من النزول إلى الشارع والجميع يعرف أن تحالف دعم الشرعية يعني هم الأغلبية على الأرض ونحن الآن لابد أن نوحد صفوفنا أبينا أو رضينا لابد من توحيد الصفوف لأنه هذا هو المناص الوحيد لكسر الانقلاب ولكسر هؤلاء زمرة يعني نظام مبارك الذي عاد متحالفا مع النظام الانقلابي لقاهر ثورة 25 ينايا فإن لم يفكروا في ذلك هم لوحدهم لن ينجوا ونحن وحدنا لن ننجوا ولن نحقق الهدف النهاي وهو العودة إلى أهداف ثورة 25 يناير مع كسر الانقلاب يعني كما تقول أن تحالف دعم الشرعية هو القوى الأكثر على الأرض والأكثر وضوحا في الحراك الثوري برأيك يعني ماذا قدمت جماعة الإخوان المسلمين أو تحالف دعم الشرعية للقوى الأخرى من تنازلات من أجل توحيد الصف الذي تحرصون عليه وتدعون إليه بشكل دائم أستاذي الفاضل الآن لا وقت للتنازلات يعني الآن لا وقت للتنازلات هدفنا واحد وهو كسر الانقلاب والعودة إلى مصار ثورة 25 يناير ماذا يريد الآخرون منا من تنازلات يعني إحنا قدمنا حتى يريدون على حسب كثير من التصريحات يريدون التخلي عن مسألة عودة مرسي التخلي عن رفع بعض الشعارات هناك من يقول ليس من المنطق أن نعيد الحراك من جديد وبعد يعني لو سقط بالفعل الانقلاب أو انهارت هذه السلطة تعود السلطة للإخوان من جديد ويعود مرسي للحكم من جديد رغم رفض هذه القوى السياسية لهذا الحكم أي خلينا نقول يعني بعد إسقط الانقلاب مش حيرجع مرسي إيه بقى لهم طالبين أن نعود له مرة أخرى يعني كيف ما هو المطلوب بعد سقوط الانقلاب والعودة إلى ثورة 25 يونيو من؟ 25 يناير من سيقود البلاد أو من سينظم يعني مصار الدولة حتى تقف على طريق الديمقراطية الذي سحب مننا المنطق يقول أن نعود من نقطة النهاية ثم يعني كما قال الرئيس مرسي قبيلة اختطافه أنه أنا ما عنديش مانع أبدا أن نعمل انتخابات رئيسية مبكرة لكن من خلال قنوات شرعية نعم طيب الآن الصورة كالتالي سيد محمد أنتم مستمرون في الحراك في الشارع منذ سنة ونصف والآن قوى جديدة قوى ثورية وشبابية جديدة تنضم أو تشارك في هذا الحراك ولكن على حدة دون الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين ينضمون للحراك في الشارع ماذا تتوقع للمرحلة المقبلة؟ أنا أعتقد أن المرحلة المقبلة لابد أن نجتمع سويا هذا هو الحل الوحيد لابد أن نجتمع جميع الفرقاء أدفهم النهايي والعودة إلى مصار 25 يناير وإسقاط الانقلاب العسكري وعودت هؤلاء جميعا الذي أخرجهم القضاء الفاسد من السجون وأدخل الأحرار إلى السجون والحرائط لابد من عكس هذه الأمور لابد من عودة إلى المصار الصحيح وهو أن يدخل الفاسدون والذين أجرموا والذين قتلوا بالشعب المصري الآن أكثر من 8500 شهيد حتى منذ 25 يناير حتى الآن ولدينا أكثر من 50 ألف معتقل و18 ألف مصاب 25 يناير ولدينا أكثر من 25 ألف مصاب بعد الانقلاب العسكري كل هذه الضحايا الذي يصححها هو مصار 25 يناير فنجلس ونتفق لابد من الجلوس والاتفاق وحدهم لن يصحح المصار ونحن وحدنا كذلك لن نصح المصار فلابد من الجلوس سويا وإذا كان هم عايزين يتنازلوا عن رئيس مرسي وعود الشرعية فنجلس ونرى ما هو الأفضل خلينا نعضي تكلم مع بعض أنتم عايزين تكسروا الانقلاب وتعودوا ثم ماذا؟ لابد الخطوة التي تلي هذا الانقلاب إن شاء الله بكسره لابد أن نتفهم ما هي الخطوة التي تليها ستة أبريل تقود البلاد حتى تستقر الديمقراطية أسطورة وضحة الآن سيد محمد سودان أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة كنت معنا عبر سكايب من لندن شكرا لك اشتركوا في القناة